مرحباً وافيكم مشاهدينا عن جديد لنتابع بقي حلقتنا والشاناً انضمينا أنا وأنيتة لبعض لنتابع الفقرة اللي بحبها كثير واكتر أشخاص منكم بحبوها اللي هي غرين وديماً bright حتى في الن England 블� zooming of the day أنيتة بدأوا بيسألونا عن قصص ننقلة للمهندس اليزياده الفقرة اليوم كثير حلوة لأنه عم تدمشن مع بعض أنيتة عم نحكي عن الزرع بس من مفهوم ارノات oder design model للغاردن طبعنا مظبوط إلي أول شيء بونجور رهف وأنيتا كيفاك اليوم الحمد لله كتير منيح مظبوط مثل ما حكيت اليوم نحن طلع شوية من قصة الشجر والنبتات ونحكي شوية عن نحكي شوية ديزاين شوية تاريخ شوية فن نحكي عن أو الأنواع طبع الجنينات أو الحديق الكلاسيكية يعني نحن نوجع شوية بالزمن لورا شي 500-600 سنة ونشوف 3-4 أنواع كلاسيكية من الجنينات ونحكي عنهم هيك باختصار وبالتفصيل وخليكم معي طبعا ببيوتكم في عندكم كتير جنينات بتسافروا بتشوفوا كتير جنينات طبعا فيه أنواع جنينات موديرن يعني طلعت من القصص الكلاسيكية القديمة بس فيه كمان جنينات بالعالم يعني إذا رحتوا مثلا على شاتو فرساي شفتوا جنينات طبعا ورحتوا على إيطاليا على روما شفتوا جنينات يلي موجودين القديمة هول يملت زمين بستايل معين أو كلاسيك الستايل معينين بكل أنواع العالم رح نرجع متل ما قلت شوي بالزمن لورا ونحكي عن هول الأنواع من الجنينات من وين إجوا كيف صاروا كيف تغيروا عبر الزمن شو الألمنت صبعهم باختصار رح نروح شوي لورا رح نروح هلأ على إيطاليا تنحكي عن جاردان الإيطاليان أو الحديقة الإيطالية أو الإيطاليان جاردن عم تشوف هلأ بالصورة أول صورة جنينات من إيطاليا تنحكي شوي من وين إجت هاي دي جنينات خلقت مع النهضة مع رونيسانس يعني عم نحكي آخر القرن الأربعة عشر أول القرن الخامس عشر لما انتقلنا من القرون الوسطى أو الميديفل بيريود للرونيسانس فهون كانت جنينات مغلقة يعني اللي كان يعمل جنينات بالقرون الوسطى كان يسكرها بحيطان كان يفصل حاله عن العالم ويكون إذا بدكم عايش شوي بالعالم طبعه فلما إجت هاي دي جنينات الإيطالية راحوا هولي هالكلوتور راحوا هالريدويات اللي كانوا موجودين وصارت هاي جنينات متصلة مع العالم الخارجي فمتل ما عم نشوف شو الألمنتز اللي بيكونوا هاي دي جنينات متل ما عم نشوف في غازون في توبيير شو يعني توبيير شجر أفرغرين ما بيكب ورقه عنا شوية زهور وهولي هالشجر الموجودين أو هالنبتات مقصوصين بشيبس معينين هلأ منشوفهم كتير بجنينات طبعنا يعني عنا البوكس يلي هي البوكس وود يلي هي البول إذا بدكم سبيرال عنا القصص اللي جاي ببيراميد يعني هاي دي جنينات الإيطالية عندها كتير شيبس بقلبها وعندها أكيد شجر أفرغرين موجودين حولهم يعني في كتير زيتون في كتير سايبرس أو سارو أو شاربين اللي موجودين هلأ مثل ما عمشوف بالصورة الثانية كمان هاي دي جنينات بيغلب عليها الطابع السيمتري يعني إذا بنقسم هاي دي جنينات بالنص هلأ رح نشوفها كمان أكتر بالجنينات الفرنسوية منلاقي إنه على الشمال مثل على اليمين عم نشوف قصة صواتي مقصوصة كل الوقت هاي دي جنينات إذا بدكم شوي سيمتريك يعني عم نشوف إنه نصها الميلة الشمال مثل ميلة اليمين ولكن مثل ما قلنا مفتوحة على المنظر يلي حدها يعني إذا كنا بجبل مفتوحة على الجبل إذا كنا على البحر مفتوحة على البحر بنشوفها كتير بكل المناطق الإيطالية خصوصة جنينات لأصور القديمة يعني إذا زرتوا مثلا بوبولي جاردن بفلورنس بوبولي باليس رح بتشوفوا الهالجاردن يلي معمولة بهيدا الشكل يلي عم نشوفه بالصورة رح نتقل كمان على الصورة الثانية لحتى نشوف شو الألمنت الموجودين الألمنت اللي كتير مهم هو تمثيل يعني عم نشوف تمثيل فوق وعم نشوف ماء بذات الوقت الهدف من هايدي الجنين وخصوصة بالنهضة هو اتصال إذا بدكن العناصر ببعضها يعني عندكن هالماي يعني عم تمشي بقنوات أو عم تمشي بلاكات معينة من التمثيل للخضار لتوصل للعناصر اللي هي من إلا روكس أو الصخور يلي موجودة يعني هايدي هالماية اللي عم توصل كل هالعناصر لحالة هايدي الجنينة معمولة لحتى تبايت ريبيوت لتمثيل معينة أو بيكونوا الدسين أو بيكونوا إليه معين أو بيكونوا مثلا بيكرموا كتير الشعار والكتاب يلي عندهم إذا بتروحوا مثلا على بورجيزي جاردن بروما بتلاقوا بكل كورنر بهاالإيطاليان جاردن مكارمين إكريفا معين أو بويت معين والماء عنصر كتير أساسي بتشوفوا هالماية اللي عم تمشي كمان وينما كان إذا كمان مننتقل بهيدي الصورة أو بالصورة اللي بعدها كمان رح منشوف إنه هايدي جنينة متل ما قلنا سيمتريك متل ما قلنا في شجر أخذين شيب معين بيراميد أو معمولين بشيب معين بأنجلز معين بس كمان هايدي جنينة معمولة بلاتويات يعني أنتوا نازلين فيها بالتدرج رح بتشوفوا في مطارح عالية مطارح أوطة مطارح أوطة هيدا الشي بيساعد كتير بالماء اللي عم تمشي يعني بالزمنات ما كان عندهم ترومبيت أو موتوريت لحتى ينقلوا الماء فكانوا يعملوها بطريقة ببانت معينة بسلوك معينة لحتى هالما يتمشي من التمثيل على الصخور على الخضار بشكل إنسيابي وكتير هايين عليهم بالأنوات أو الكنال اللي معمولي رح نتقل كمان على الصورة اللي بعدها لحتى نشوف هيدا نيطاليان جاردن بروما بس شوي موديرن يعني غير القزون دخلوا البوييت يعني عم نشوف إنه صار فيه بوييت صار فيه أنواع حمضيات بقلبهم هون دخلت شوي الطابع الموديرن أو المجدد على هالحديقة أكيد القزون كتير أساسي مثل ما قلنا بالأول إنه الإيطاليان جاردن ما فيها كتير زهور هون عم نشوف إنه صار فيه زهر أكتر وهالسيمتري إذا بدكن شوي انكسرت رح نتقل كمان على الصورة اللي بعدها لنتعرف على الجاردن على فرنسيز أو الفرنش جاردن أو الحديقة الفرنسية حكينا عن الإيطاليان جاردن إيطاليان جاردن إذا بدكن هو باية لجنين الفرنسوية يعني الإيطاليان جاردن كانت درجة كتير بالقرن السابع عشر بالقرن التامن عشر وتحديدا قبل شوي من الصورة الفرنسية كانت درجة كتير هايدي الأنواع من الجاردن بالحديق الأرستوكراطية عند الطبقة البوجوازية وأكيد عند حكام وملوك فرنسا هايدي الجاردن إكزاكتلي أكتر حتى من الحديقة الإيطالية فيها سيمتري بتجي إذا هيك بدنا نحكي بطريقة تكنيكل بتجي أردنية يعني بتجي منظمة بتجي مرتبة فيها شيبس على اليمين مثل على الشمال منشوف كتير كيوبات منشوف كتير تريونجليت منشوف كتير أنجلز منشوف حتى الشجر اللي موجود فيها أفرغرين يعني ما عنا كتير شجر بيكب ورقه تسعين أو خمسة وتسعين بالمية من هالناباتات أو هالشجر هو أفرغرين على مدار السنة يعني قطع الخريف قطع الشتوية بالفرنس جاردن ما منشوف في ورق عم نيوقع ما منشوف كتير زهور نسبة الزهور كتير قليلة هي 2 إلى 5 بالمية بهالجاردن ومتل ما عم نشوف في الصورة في كتير كمان بحث على الأرض قليات لحتى ميلة الشمال وميلة اليمين يكونوا سيمتريك رح منشوف ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها نتعرف أكتر على هاجنينة هيدا اللي كنت عم بحكي عليه شوية زهور شايبس كتير تريانج ريكتانج الكاري أكيد بالنص على طول الأوقات كتير بيكون في فوكل بوينت يعني إذا فتنا بهيدي جنينة أول شيء نتطلع على الفاونتن أو حتى التمثال اللي موجود بالنص يلي هو بيكون السنتر دي سيمتري يعني إذا منرسم هيدا جنينة أو منصورها ومنطوي الورقة اللي رسمين عليها رح منلاقي إنه ميلة الشمال مثل ميلة اليمين حتى إذا منطويها دياجونال رح منلاقي الميلتين مثل بعض منتقل كمان على الصورة اللي بعدها تنتعرف أكتر على هيدا جنينة هيدا هي زيتا جنينة بس إذا منشوفها منبعيد يعني إذا منطلع طابق أو منشوفها من فوق رح منشوف قديش فيها سيمتري قديش في الميلات مثل بعض يعني إذا بدكن شوي هيدا جنينة مع أنه في كتير ناس بحبوها نشف نوعا ما يعني ما منلاقي كتير فيها تنوع ما منلاقي فيها كتير ما منلاقي فيها كتير ألوان منلاقي اللون الأخضر هو غالب عليها وهيدا هو الطابع طبع الجنينة الفرنسوية أو الجردان على فرنسيز ننتقل كمان على سوريا اللي بعدها كمان عم نشوف زيت جنينة هولة بمناطق مختلفة من فرنسا حتى بإيطاليا كمان لما درجة هيدا جنينة وبكل أوروبا صاروا كتير يعملوا فرانش غاردن ويتخلوا عن الغاردنز الأديمين خصوصا من الكورون الوسطى غاردن جديدة هون كسرنا السيمتري مع جردان على انجليز أو الجنينة الإنجليزية أو الإنجليش غاردن يعني هون رحنا على إذا بدكن إنجلترا أو بريطانيا حتى نتعرف شوي على هالنوع حفظنا شوي على البردور يعني حفظنا شوي على هول الأشكال المرتبة البوليت والبيراميد بس إذا بتلاحظوا مكسورين وإذا بتلاحظوا صار في كتير هربز وزهور أكتر يعني صارت هايد النوع من الجنينة شانباتر بتشبه الطبيعة أكتر بتشبه المطرح يلي موجود برات هايد الجنينة يعني شايفين في زهور كتير في انكسرت السيمتري صار عنا ألوان أكتر صار عنا قصص ملونة أكتر صار عنا بطل عنا هالترتيب زبطكن وهالنظام يلي كان موجود بجنين الإيطالية وجنين الفرنسوية رح نتقل على الصورة يلي بعدها كمان لنشوف شوي هايد الجنينة هايد الجنينة إذا بدكن يلي بيصممها ويلي كانوا يعملوا الإنجليش جاردن كانوا يخبوا قصص يعني متل ما شفنا الفرنسوية والإيطالية ولو كان فيه بلاتويات بس مبينة كلها يعني إذا منفوت على قلبها منشوف أجزاء كلهم ما عنا شي مخبه يلي بيعمل الجنينة الإنجليزية كان يخبه مثلا بطل صغيرة بشجرة صغيرة هون لاش لأنه هايد الجنينة كانوا كتير يقعدوا فيها الرسمين والكتاب وحتى يقعدوا ويكون عندهم هال peace of mind ويكون جيهم إذا بدكن لوحي ليرسموا ويكتبوا فكانهم اضطرين يقعدوا بمطارح شوية مخباية فخلقت هايد الجنينة مع أنها ملنا سيمتريك ولكن فيها نوع شوية من البرايفسي بالنابتات بالتلال المعمولة بقلبها وبالمطارح يلي ممكن يكونوا قاعدين فيها رح ننتقل كمان على الصورة يلي بعضها لنشوف بشو بتتميزها جنينة هايدا يلي كنت عم بحكي فيه غير الألوان بتشوفوا أنه المختلف على الجنينات يلي شفناها قبل صار فيه بنوكة صار فيه مطارح الواحد يقعد يرتاح يكتب يرسم يفكر يقرأ شعر يكتب شعر هايدا يلي تميزت فيه كمان الجرداء الانجليز أو الجنينة الانجليزية منتقل على الصورة يلي بعضها لحتى هايدا اللي كنت عم بقلكوني هايدا البرايفسي شوي اذا بتلاحظوا فيه برايفسي بزيت الوقت فيه كتير ألوان لحتى يخلقوا الوحي للشخص يلي قاعد بقلبه فيه كتير زهور فيه كتير هيربز فيه كتير قصص ملونة موجودة بهذه الجنين اللي ما شفناها بالجنين الفرنسوية ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها لحتى نتعرف على نوع جديد هون رح نرجع شوي لورا رح نرجع على القرون الوسطى وهولي الجنينات طبعا القديرة جنينات القديرة هنه جنينات قديمة مسكرة كانوا يهتموا فيهون الرهبات والرهبين وفيهون كتير هيربز وزهور يعني هايدي جنينة ميديسنل فيه كتير نبتات طبية فيه كتير فروت تريز رح منشوف كمان بالصورة اللي بعدها شو عنا كمان بالصورة اللي بعدها متل ما شايفين فيه سكولتشر فيه كمان بالصورة اللي بعدها باركي منشوف صور الديسين صورة السيدة العزراء هوني عنا كتير هيربز عنا كتير قصص كمان منظمة عنا كتير قصص طبية كمان ننتقل على الصورة اللي بعدها تنحكي انه نحنا هلأ بختام الشهر المريمي هولي الجنينات كانوا كمان مخصصين للسيدة العزراء يعني كانوا يحطوا نبتات العذرة كمان بقلبهم مع نبتات طبية تانية ويحطوا الفوكل بوينت او يلي بدي يروح نظر من الضغرة هو تمثال العذرة او الديس او اللي عم بيكرمو خصوصا انه كانت جنينات قديرة يعني كرمو يا سيدة العذرة يا الديس معين يا سيدة المسيح ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها هولي اذا بدنا نشوفها من فوق شوفوا كيف كيبات شوفوا كيف منظمة وشوفوا كيف حكيت من الاول انه مفصولة عن العالم اللي برها يعني مسكرة ما بتشبه الشي اللي برها ننتقل على الصورة اللي بعدها تنحكي عن نوع جديد هو الجابانيز جاردن او الجاردان على جابونيز هيدا توتو اللي مختلف عن كل هوليك هون اتصلنا كمبليتلي بالمنظر اللي برها يعني اللي بيفوت على هيدة جنينة رح بلاحظ في زهور في شوية زهور في قصص أفرغرين سنتر طبع هيدة جنينة هو المهم يعني اللي قاعد أول شي بيجزبو هو السنتر طبع هيدة جنينة اللي فيهو كتير ماي فيهو كتير رويسو فيهو كتير بقلبو قصص نازلة هيدا جاردن اذا بدكن فلسفة يعني اليابانيين كانوا يقامنوا ما كانوا يقامنوا بالانجلز مثل الفرنسوية يعني كل شي اللي هو شكل كل شي مروس كانوا يعتبروه فيل أو كانوا يعتبروه شي ما نمنيح فكمال هيك كانوا يتكلوا على القصص اللي مدورة يتكلوا على الشجر يتكلوا على الغابة يلي حاولون مثل ما شايفين فيه كتير ماي فيه كتير بحث مثل ما عم نشوف بالصورة فيه كتير زهور هول الألمنتز يلي بيعملوا الجابانيز جاردن رح ننتقل كمان على الصورة يلي بعدها لنشوف أكتر كيف متصلة بالجبال أو البحر يلي حاولها قلنا بالحديقة الإيطالية انه هني فتحوا على البحر بس ولكن بجنين اليابانية كانوا يعملوها بطريقة انه يلي قاعد يحس حاله قاعد وين ما كان يعني يحس انه الجبل يلي كتير بعيد متورة وكيلومترات عنه هو ضمن الجنين يلي قاعد فيها وهون الفلسفة طبعهم يلي كانت تدخل بالديزاين أو القاردن طبعا رح ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها لنشوف كمان عم نشوف هلأ هيدا شوي سك يعني هيدا جابانيز بس سك فيه أكتر بحث فيه كتير صخور هيدا إذا بدكم قريب على جاردان زين الشينوى أو الصيني رح ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها حتى نشوف الشيبس والمهضومة هون عم نشوف الباجود يعني عم نشوف تمبلز عم نشوف الصورة عم نشوف القصص يلي كان يلي موجودة أصلا بالضيع اليابانية اللي كانوا يحطوها بقلب الجنينة كمان لأنه كان بكل بساطة بدون يقلدوا الضيعة أو الطبيعة هيدا أنا مصورها بروما بالجابانيز جاردن بروما إذا بتلاحظوا الجنين الألمنتز طبعا الجنين اليابانية فيها شجر بيكب وراءه يعني كيف ما فدتوا عليها مش مثل الجنين الفرنسوية أفرغرين دايما أو الإيطالية وكيف ما فدتوا عليها بحيالة سيزن رح بتلاقوا ألوان رح بتلاقوا قصص فيها حيات وبالصورة الأخيرة هون زبتكن عم بخبر الجروب يلي كان معي كان معي جروب ما بعرفوك تعم فسر لهم شوي عن الجنين الجابانيز جاردن قلت لهم لايكوا هالجنين اللي صممها حاططها بمطرح إنه تدخل كل روما معها يعني يلي قاعد بهذه الجنين قادر يشوف إنه روما كمان كلها سوا موجودة معه بجنين يلي قاعد فيها ومن هون هيدا الفلسفة أو الأرموني طبع الجابانيز جاردن هيدا هيك فكرة مبسطة عن أنواع الجنينات الكلاسيكية أكيد رح يكون إلنا حلقات بالأسابيع الأدماء رح نحكي فيها عن المودرن رح نحكي عن الحديقة الإسلامية ولكن اليوم ما كان بيسمحنا للوقت إنه نحكي عنهم كلهم عودي لأنيتة ورهف إلي أنا ورهف صرنا بعالم تاني عن جد قاعدين عن قول نحنا منقدر نعيش هناك بلا سوشال ميديا بلا تلفونات بلا شي صح رحشي نهار تقدر تعملنا هيك جولة على كل الحديق الموجودة في لبنان في كذا حديقة موجودة في لبنان أكيد أكيد لما بدكم يعني عنا كتير جنينات موجودة في لبنان على أعرب شي على هول جنينات هي الأنجليز يعني نحنا كتير منصمم القاردن طبعنا على الطريقة الإنجليزية بس أكيد طلعنا من هول كلهم يعني في كتير جنينات أو بتجمعهم كلهم أو صار فيه النوع المودرن يلي هو طابع ترجمة نانسي قنقر